موسيقى الرئيس السيسي يتابع المشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر ويوجه بإقامة شبكة طرق لربط المشروع مع المحاور الرئيسية مدبولي يؤكد أن المؤتمر الاقتصادي سيمثل منصة لصياغة خارطة طريق للتحرك فيما يتعلق بمستقبل الاقتصاد المصري ستوتنبرج يؤكد أن تسليم أوكرانيا أنظمة دفاعية مضادة للطائرات هو الأولوية لحلف النيتو السادسة مساء بتوقيت القاهرة الرابع عصرا بتوقيت جلانتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم موسيقى موسيقى وجه الرئيس عبد الفتاح أسيسي بإقامة شبكة طرق متكاملة لربط كافة مساحات مشروع مستقبل مصر مع المحاور الرئيسية في محيطه الجغرافي وذلك لاستيعاب حركة التنمية وتطور العمراني المستقبلي المتوقع لتلك المنطقة في إطار الدلتة الجديدة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين لمتابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والعقيد طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع مستقبل مصر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع مستقبل مصر من كافة العناصر ومكونات البنية الأساسية موجها سيادته بإقامة شبكة طرق متكاملة لربط كافة مساحات المشروع مع المحاور الرئيسية في محيطه الجغرافي وذلك لاستيعاب حركة التنمية والتطور العمراني المستقبلي المتوقع لتلك المنطقة في إطار الدلتة الجديدة ونظرا لحجم الأراضي الشاسعة المستصلحة وما يستدبعها من حركة نقل وتجارة ضخمة وكثافة تشغيل وعمالة متنوعة وذلك اتساقا مع استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية والعمرانية من الرقعة الجغرافية الكلية للجمهورية وأضف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا عرض الموقف التنفيذي لكل من مشروع استصلاح الأراضي في محافظتي ألمينيا وبنسويف وكذا مجمع الصوب الزراعية بمنطقة اللهون بمحافظة الفيوم أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن المرأة المصرية أيقونة فريدة وطرف فاعل في معادلة الحضارة المصرية الملهمة والقيادة السياسية المصرية حققت تمكينا حقيقيا للمرأة يستند إلى ظهير دستوري وتشريعي وهو من عكس على انخراطها في كافة مؤسسات الدولة جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الجمعية رقم 145 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلط بها والمنعقدة في رواندا حيث تمت مناقشة المساواة بين الرجال والنساء على مر التاريخ المصري العريق مثلت المرأة المصرية أيقونة فريدة وطرفا أصيلا في معادلة الحضارة المصرية الملهمة للعالم بأسره وفي تدشينها الحالي للجمهورية الجديدة أبت الدولة المصرية إلا أن تحقق تمكينا حقيقيا للمرأة المصرية يستند إلى ظهير دستوري وتشريعي قوي بالتوازي مع إجراءات ملموسة على أرض الواقع وذلك في ضوء إيمان القيادة السياسية المصرية بضرورة استغلال وشحن همم المرأة المصرية بما تمتلكه من جينات حضارية وفي هذا الإطار انعكس حرص الدولة المصرية على انخراط المرأة في كافة مؤسسات الدولة وتوليها الوظائف العامة بلا تمييز بينها وبين الرجل على جميع الأصعضة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن المؤتمر الاقتصادي سيمثل منصة لتبادل وجهات النظر بين الحكومة والخبراء والمشاركين في جلسات المؤتمر بهدف صياغة خارطة طريق محددة للتحرك فيما يتعلق بمستقبل الاقتصاد المصري وخلال اجتماع الحكومة تم استعراض جانب من الاستعدادات التي تتم لعقد المؤتمر الاقتصادي المقرر أن يقام في الفترة من الثالث والعشرين إلى الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري كما أشار مدبولي إلى تشريف الرئيس السيسي لحفل تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة متوجها بالتهنئة بهذه المناسبة إلى وزير الداخلية محمود توفيق وضباط الشرطة الجدد كما تطرق مدبولي إلى افتتاح الدور الرابع من معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية مؤكدا أن المعرض يعكس اهتمام الدولة بالنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغار وفق رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماعه على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخلفات البناء وتصالح فيها وأجاز مشروع القانون تقنين هذه الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون وكذا في حالة تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون هذا وقد حدد مشروع القانون إجراءات تشكيل اللجنة أو اللجان الفنية المعنية بالبت في طلبات تقنين الأوضاع والتصالح وكذلك باختصاصاتها وكيفية تحديد مقابل التقنين والتصالح وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة عن تلك اللجان وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن منح بعض التأسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وأوضح المجلس أن مشروع القانون ينص على أنه يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج يحق له استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصية معفا من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوصة عليها في هذا القانون وأشار المجلس أن ذلك يأتي مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه أعائد يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمدة الثامنة من هذا القانون بنسبة 100% من قيمة جميع الدرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول نظم قطاع الحماية المجتمعية احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وأسرهم بالمولد النبوي الشريف وذلك بحضور عدد من علماء الأزهر تأتي الاحتفالية في إطار حرص وزارة الداخلية على إحياء المناسبات الدينية والوطنية داخل هذه المراكز كإحدى أدوات منظومة السياسة العقابية الحديثة لإصلاح المسارات الفكرية والسلوكية للنزلاء إحياء المناسبات الدينية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل أحد أدوات منظومة السياسة العقابية الحديثة التي تنتهجها وزارة الداخلية من هذا المنطلق أقام قطاع الحماية المجتمعية احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف وسط النزلاء وبحضور ذويهم بمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون وهي فرصة لإبراز مواهب النزلاء في الإنشاد الديني والوطني والتي تم إسقالها داخل المركز بواسطة نخبة من المختصين من الحرب لي تستمروا ومن الحياة تروا سرنا النبي في تستبيه وقل لي بلاد لأبهجني وأسعدني الحقيقة صحبة النزلات والنزلاء لأن فيهم ما شاء الله نواهب إخرجها في هذه الصورة الطيبة شيء أسعدني في الحقيقة هو ده كان البهج الأساسي مين اللي بيغني مين اللي بتغني الإنشاد اللي بيتقال وقدر إحساسهم ومشاعرهم الاحتفالية تضمنت ندوة تثقيفية بحضور عدد من علماء الأزهر الذين حرصوا على إبراز سيرة النبي العطرة لتكون القدوة لهؤلاء النزلاء لتصحيح مفاهيم فكرية وسلوكية فمثل هذه الندوات تسهم في تقويمهم وتأهيلهم للعودة إلى مجتمعهم مرة أخرى صالحين له ولأنفسهم وهذا ما يحرص عليه قطاع الحماية المجتمعية من إقامة مثل تلك الندوات عليه للنبوة خاتم يلوح من الله ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد الاحتفال بمولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نذكر بعض بأخلاق سيدنا النبي وتأثير أخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في عودة الإنسان إلى الصورة التي ترضي الله تبارك وتعالى إعادة قيم الصدق الوفاء العمل العمران حتى يعود الإنسان إنسان جديد النادوة عظيمة جدا شفت تغيير بجد من النزلاء تغيير إيجابي عظيم جدا الندوات دي عظيمة في رفع الحالة المعنوية للنزلاء تجديد الثقة في أنفسهم رسالة عظيمة جدا بأنه لا تقمطوا من رحمة الله رسالة عظيمة جدا املأ قلبك بالأمل والعمل ولا تحزن أبدا رسالة عظيمة أن مصر بتحتويكم وحس بيكم ومنتظراكم أجواء روحانية سادت الاحتفالية مع التفاعل النزلاء مع المحاضرين والمنشدين والرغبة في التعلم والاستفادة وتصحيح الرؤى والمفاهيم فينا دوات دينية بتقام كل جمعة أو كل ثلاثة بيجي شيخ من بره بيرشدنا على أن نحن نبجو كويسين والناس تبجو كويسين ويعدل من شأن النزيل احنا تماما كنا وبسطين وبأهلنا لما قلنا النهاردة وكننا حاسين أن احنا في بيوتنا مع مفوست أهلنا وبصراحة الوزارة الداخلية وكتاع الحماية المجتمعية مش ما حاسسنا أن احنا في سجن هذه الفعاليات الدينية والتثقافية تخرج إنسانا جديدا وترفع الوعي الديني وثقافي لديه لإعادته للمجتمع بصورة جديدة تساعد على التعايش والاندماج السريع في المجتمع وهذه هي أحد أسس السياسة العقابية الحديثة لوزارة الداخلية والتي تؤكد على أن النزيل لا يعاقب على جرم مرتين بل يتم تهذيبه وإصلاحه ليعود للمجتمع إنسانا صالحا موسيقى تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 496 قضية تمونية بمضبوطات بلغت أكثر من 290 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 32 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 66 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط 421 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 216 طن أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 723 قضية من بينها 217 قضية خبز ناقص الوزن و202 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منزومة توريد أرز الشعير تم ضبط 20 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 196 طن استقبل وزير الخارجية سمح شوكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ السيد سايمون ستيل وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شوكري أشهد خلال اللقاء بمستوى التعاون بين مصر وسكرتيرية الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ مبرزا الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية لنجاح المؤتمر سواء على المستوى التنظيمي أو الشق الموضوعي وذلك بهدف الوصول إلى النتائج المنشودة ولتلبية طموحات جميع المشاركين فيما يتعلق بقضايا المناخ ذات الأولوية رحبت مصر بتواصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل وعربت الخارجية في بيان لها عن تطلعها لأن يسهم هذا الاتفاق في تمكين لبنان من الاستفادة من موارده للإسهام في تحسين الوضع الاقتصادي بالبلاد وترسيخ المزيد من أطر ومجالات التعاون في منطقة المتوسط كما جددت الخارجية تأكيدها على دعم مصر الكامل لاستقرار وسيادة لبنان ولتحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيقة ترجمة نانسي قنقر والآن مشاهدين ننتقل لنقل وقائع المؤتمر الصحفي لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان الأمريكية حول تطورات الأوضاع الأخيرة في أوكرانيا فني أمر معقد ولكن ممكن تحقيقه وهذا ما نهدف إليه تابعنا معكم مشاهدين الكرم المؤتمر أتهم الرئيس روسيف لادمر بوتين المخابرات الأوكرانية بالوقوف وراء تدمير جسر القرم واصفا بذلك بالعمل الإرهابي وفي كلمة ألقاها في منتدى للطاقة في روسيا أكد بوتين أن تحديد صقف لأسعار النفط هو تهديد لرفاهية مليارات الأشخاص مشيرا إلى أن روسيا ستبقي معدلات تصدير وإنتاج النفط عند المستويات الحالية حتى 2025 النظام في كيف يستخدم أعمالا إرهابية ويقوم باختيارات سياسية ويقوم بتمشية لمدنيه ويعرضون على الإنترنت ويدركون على مفتعل خطا وبعدها يعذفون الفيديو الذي أشاره وهناك أيضا إرهاب نووي حيث يقومون بقصف محطة زبروجة نووية وأيضا يقومون يحاولون قيام بعمل إرهابية في كورسكا الروسية ويريدون أيضا تدمير السيلة التركية كل هذه الأفعال موثقة ومؤكدة موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قال الكريملين أن تصريحات الزعماء الغربيين عن استخدام محتمل للأسلحة النووية هي تصريحات ضارة واستفزازية وأعرب المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف عن أسفه لحديث قادة الدول الغربية عن الأسلحة النووية كل يوم معتبرا أن تصريحات الأمين العام للناتو تؤكد أن الحلف يقاتل إلى جانب كييف إلى ذلك أعلن الأمين العام لحلف الشمال الأطلنطية نيتو يانس تولتنبرغ في مستهل اجتماع الحلف بشأن تسليم أسلحة لكييف أعلن أن الأولوية الآن هي لمزيد من أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا وقال ستولنبرغ أن حلفاء أوكرانيا الغربيين يدرسون تزويد كييف بمزيد من الأنظمة الدفاعية الجوية لحمايتها من الهجمات الصاروخية الروسية على مختلف أنحاء البلاد قال وزير الدفاع الأمريكي لايد أوستن قال أن حلف شمال الأطلنطية نيتو سيلبي احتياجات أوكرانيا من الأسلحة وأشاد أوستن في بداية اجتماع لأعضاء حلف شمال الأطلنطية نيتو على مستوى وزراء الدفاع أشاد بالمكاسب العسكرية الأوكرانية منذ سبتمبر الماضي ووصفها بأنها استثنائية سنلبي احتياجات أوكرانيا الملحة في وقتها وكما أشار رئيس بايدن فهناك توفير لمزيد من الأنظمة الأساسية لمساعدة أوكرانيا في النجاح في ساحة المعركة وهذا يشمل 16 هاويتسر وأيضاً دخيرة من 1.5 وكما نزيد التموضع لتلبية الاحتياجات الدفاعية لأوكرانيا في الأشهر والسنوات القادمة أنا فخور أننا بقيادة الرئيس بايدن فإن المساعدات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا وصلت إلى نحو 16.8 ومع شركائنا وحلفائنا فإننا نقدم مساعدات قوية لأوكرانيا وهذا يساعد لتعزيز الدفاعات الأوكرانية على المدى البعيد أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن قواتها استعادت خمس بلدات من القوات الروسية في منطقة خرسون الجنوبية يأتي هذا في الوقت الذي نددت فيه أوكرانيا بالتحقيق الروسي في الانفجار الذي وقع مطلع الأسبوع وألحق أضراراً بالغة بجسر القرم لا تزال التداعيات التفجير الذي استهدف جسر القرم آخذة في التصاعد حيث اتهمت موسكو وحدة الاستخبارات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية ورئيسها كيريال بودانوفا بالوقوف وراء التفجير كما اعتقل جهاز الأمن الاتحادي الروسي خمسة روس وسلاسة مواطنين من أوكرانيا وأرمينيا بزعم صلاتهم بالانفجار الذي وقع السبت الماضي الاستخبارات الروسية قالت في بيانها إنه تم إخفاء المتفجرات في لفائف تغليف بلاستيكية أرسلت في أغسطس الماضي من ميناء أوديسا في أوكرانيا ثم عبرت بولغاريا وجورجيا وأرمينيا قبل دخولها إلى روسيا ويعد الجسر الذي تبلغ تكلفته سلاسة وستة من عشر مليار دولار الأطول في أوروبا وهو يعتبر حيوياً لاستمرار العمليات العسكرية الروسية جنوب أوكرانيا ويعد طريق إمداد حيوي للقوات الروسية ورداً على التفجير الذي استهدف جسر القرم شنت روسيا ضربات استهدفت البنية التحتية في عدد من المدن الأوكرانية حيث قال وزير الطاقة الأوكرانية هيرمن هاليشينكو إن موسكو قصفت نحو سلاسين في الماء من البنية التحتية للطاقة بالبلاد وذلك خلال هجمتها الصاروخية اليومين الماضيين الغرب كذلك لا يكف عن تصعيد الصراع وإطالة أماده من خلال تقديمه للدعم لكييف حسب تصريحات الكريملين كما أعلن وزير الدفاع الأوكرانية أوليكسي ريزينكوف أن كييف تلقت أول نظام دفاعي مضاد للطائرات من ألمانيا بالإضافة إلى أربع وحدات إضافية من منظومة هيمارس الصاروخية من الولايات المتحدة الأمريكية ومع مواصلة الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا ومواصلة الضربات الروسية يبدو أن الصراع لن ينتهي في القريب العاقل على عكس ما كان يأمله البعض كشفت وكالة الطاقة الذرية أن محطة زابوريجيا نوية فقدت كل مصادر الطاقة الخارجية اللازمة لتشغيل أنظمة الأمان الحيوية وذلك للمرة الثانية في غضون خمسة أيام مشيرة إلى أنها تعتمد على مولدات للديزل أوضحت وكالة الطاقة الذرية أن محطة زابوريجيا باتت تعتمد حاليا على مولدات الديزل مشددة على ضرورة إنشاء منطقة حماية حول المحطة واعتبرت وكالة الطاقة أن عدم حماية المحطة أمر مقلق للغاية أغلق أحد خطي أنبيب بادروكبا النفطيين الذين يربطان روسيا بألمانيا بعد اكتشاف تسرب في بولندا وأوضحت الشركة المشغلة أن أسباب الحادث غير معروفة في الوقت الحالي مشيرة إلى أن الخط الثاني يعمل بشكل طبيعي من جانبها رجحت بولندا أن لا يكون وراء التسرب النفطي أي عمل تخريبي ويعمل خط الأنابيب دروكبا الذي يعد واحدا من أكبر خطوط الأنابيب في العالم منذ بداية التسعينيات حيث ينقل الخط الأول النفط إلى مصاف التكرير في بولندا وألمانيا بينما ينقل الخط الثاني النفط الروسي إلى المجر والسلوفاكيا والشيك ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في سبتمبر وسط صعود قويا في تكاليف الخدمات والسلع الأمر الذي يرجح أن يظل التضخم مرتفعا بشكل كبير لبعض الوقت وأوضحت وزارة العمل أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع بنسبة 0.4% الشهر الماضي وعلى مدار الـ 12 شهرا حتى سبتمبر ارتفع المؤشر بنسبة 8.5% بعد صعود بنسبة 8.7% في أغسطس أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا يعتقد أن بلاده ستشهد ركودا اقتصاديا معتبرا أنه في حال حصل هذا الأمر فإن هذا الركود سيكون طفيفا جدا يأتي إقرار بايدن بإمكانية أن يشهد أكبر اقتصاد في العالم ركودا بعيدا عن الدعوة التي أطلقها صندوق النقد الدولي إلى المصارف المركزية للتحرك بحزم لإعادة التضخم إلى معدله المستهدف هذا وقد أكد صندوق النقد في تقرير أنه يهدف لمواجهة التضخم الذي يسجل أعلى مستوياته منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي والذي يخشى أن يصبح راسخا على المصارف المركزية وأن تواصل رفع أسعار الفائدة خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام القادم بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 2.7% مقابل توقعات سابقة في يوليو الماضي بنمو الاقتصاد العالمي خلال 20-23 بنسبة 2.9% توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد العام القادم ركودا اقتصاديا سيشعر به ملايين الأشخاص حول العالم في أحدث توقعاته الخاصة بأفاق الاقتصاد العالمي خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو العالمي لعام 2023 وسط ضغوط متداخلة من الأزمة الأوكرانية وارتفاع أسعار التاقة والغذاء والتضخم فضلا عن ارتفاع أسعار الفائدة بشكل حاد محذرا من أن الأوضاع قد تتفاقم بشكل كبير العام المقبل الصندوق توقع أن ينكمش ثلث الاقتصاد العالمي بحلول العام المقبل وذلك مع انطلاق أول اجتماعات سنوية في واشنطن بالحضور الشخصية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي منذ ثلاث سنوات وخلال الاجتماعات السنوية أشار صندوق النقد إلى أن النمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي العام المقبل سيتبطأ إلى 2.7% مقارنة بتوقعات بلغت 2.9% في يوليو الصندوق أبقى كذلك على توقعاته لنمو لعام 2022 عند 3.2% مما يعكس إنتاجاً أقوى من المتوقع في أوروبا ولكن أداء أضعف في الولايات المتحدة بعد نمو عالمي نسبته 6% في عام 2021 في غضون ذلك حض صندوق النقد الدولي المصارف المركزية على التحارك بحزم لإعادة التضخم إلى معدله المستهدف وذلك في تقرير للهيئة يسلط الضوء على أوضاع ضبابية على صعيد الاستقرار المالية وتواجه الأسواق المالية ضغوطاً في حين يتجنب المستثمرون المخاطرة في ظل عدم اليقين الاقتصادي والسياسي إلى ذلك أعرب السندوق عن قلقه أيضاً من التعثر في القطاعات العقارية في دول عدة ما يثير القلق من امتداد هذه الصعبات إلى القطاعات المصرفية والاقتصادية بشكل عام الصندوق صلت الضوء كذلك على الصعبات المتزايدة التي تواجهها الدول النشئة أو ذات الدخل المنخفض مع ارتفاع أسعار الفائدة على القروض بالدولار بسبب التضخم والآن ننتقل مشاهدين الكرام لنقل وقاء جلسة مجلس الأمن المناخي السنوية في البلدان النامية يمكن أن تبلغ 300 مليار دولار في 2030 ومعالجة احتياجات التكايف المناخي في البلدان النامية ستكون له آثار وقائية وفي ظل هذه الأوضاع المعاقدة المقاربات الفنية البحثة للتكايف لن تعالج المتغيرة الاقتصادية والاجتماع التي تساهم في اندلاع النزاعات لذا التكايف الذي يراعي النزاعات والذي يتجاوز ردود الفنية وينبغي أن يشمل مشاريع متعددة التخصصات لبناء السمود الشامل ضد أفرت غير المناخ وما يرتبط بذلك من تهديدات أمنية سيد الرئيس وعلى هذا الأساس رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين سيطلق المبادرة التالية الردود المناخية لسدامة السلام وذلك لضماني أن الردود المناخية المتكاملة يمكن أن تساهم في سدامة السلام والتنمية بما يتمشى مع الملكية الوطنية والسياق المحدد لكل بلد وهذه المبادرة تهدف إلى المساهمة في تحقيق خطة 2030 تنمية مستدامة وخطة 2063 للإتحاد الأفريقي وأيضاً تنفيذ مبادرة إسكاة البناضق الأفريقية وكذلك الأمر بالنسبة للإستراتيجية الأفريقية للتنمية الصمودة ولتغير المناخ وخطة العمل وفي الختام نحن نتطلع إلى العمل في ظل رئاستنا لمؤتمر الأطراف السابع وعشرين في 2022 لمواصلة المساعي الجماعية لتحقيق نتائج الملموسة فيما يتعرضه وتغير المناخ ولتحقيق التنمية المستدامة لبلداننا النامية مع ضماني سلامها وأمنها واستقرارها وازدهارها وشكراً جزيلاً على سيد العيس وشكراً جزيلاً على منح هذه الفرصة خفضت مؤسسة التصنيف الاقتماني الدولية موديز التصنيف الاقتماني لغانا وسط تجمع عوامل ارتفاع الديون وخفض العملة والميول التضخمية العالمية في خضم حرب روسيا على أوكرانيا وتدعيات كورونا التي لم يستفق منها المجتمع الدولي هذا وتتفاوض حكومة غانا مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج اقتصادي لاستعادة مستقيتها مع شركائها لا سيما المستثمرين تواجه غانا كثير من الضغوط الاقتصادية حيث قافزت ديونها بنسبة 26% لتبلغ 104% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام الأمر الذي يسير القلق حول تعصر البلاد في سداد ديونها على الرغم من أن الدولة لم تتخلف عن سداد سنداتها وقروضها منذ عام 1983 ويبلغ معدل التضخم في غانا 34% وهو أعلى معدل تم تسجيله منذ يوليو من عام 2001 بينما خسرت العملة ما يقرب من 40% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي بين يناير وأغسطس من العام الحالي لتصبح ثاني أسوأ العملة أداء في العالم ويؤثر انخفاض العملة بلا شك على مستويات الأسعار حسب تقارير الخبراء حيث تعد البلاد مستورد رئيسياً وهي من بين أكثر عشرة اقتصادات عالمية تتأثر بالتضخم ولم يتمكن رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي ولا الإجراءات المالية من إبطاء ارتفاع الأسعار هذا وقد خفضت مؤسسة التصنيف الاعتماني الدولي موديز التصنيف الاعتماني لغانا وسط تجمع عوامل ارتفاع الديون وخفض العملة والميول التضخمية العالمية في خضم حرب روسيا مع أوكرانيا وتداعيات كورونا التي لم يستفق منها المجتمع الدولي وأشارت موديز إلى أن غانا تواجه أزمة اقتصادية ولمعالجة هذه الأزمة تتفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الاقتصادي لاستعادة مصداقيتها مع شركائها لا سيما المستثمرين حيث تخوض مناقشات متقدمة مع صندوق النقد لاحتواء التضخم المتفشي الذي يؤثر بشكل خطير على عملة البلاد في غضون ذلك اعتبر مراقبون أن خفض موديز لتصنيف غانا يعكز تضرر الاقتصاد الكلي مما يزيد من صعوبة السيولة الحكومية وصعوبات استدامة الديون ويزيد من مخاطر التخلف عن السداد حيث شددت الحكومة مؤخرا من السياسات النقدية استجابة للصدمات العالمية ومع ذلك لا يزال التضخم في ارتفاع مما يهبط بالعملة المحلية إلى أدنى مستوياتها قال الأمين العام لمنظمة التجارة الحرة الإفريقية وامكيلي ميني قال إن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القرية الإفريقية أحرزت تقدما كبيرا في السنوات القليلة الماضية وذلك بفضل التزام رؤساء الدول القر وأضاف الأمين العام لمنظمة التجارة الحرة الإفريقية في تصريحات للصحفيين عقب اختتام الاجتماع العاشر لمنظمة التجارة الحرة الإفريقية لمجلس الوزراء المسؤولين عن التجارة في أكرة والذي شاركت فيه مصر قال إنه تم التفاوض على ما يقرب من 90% من قواعد المنشأ لحوالي 5000 منتج إفريقي كل على حدة السادسة ما زالت متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها صاروخ فضائي ياباني يطلقى أمرا بالتدمير الذاتي بعد فشل عملية إطلاقه طلق صاروخ فضائي تابع لوكالة الفضاء اليابانية ومحمل بأقمار اصطناعية أمرا بالتدمير الذاتي بعد فشل عملية إطلاقه ولم تؤكد وكالة الفضاء اليابانية جاكسا في الحال المعلومات التي أوردتها وسائل الإعلام مفادها أن الصاروخ إبسيلون طلق أمرا بالتدمير الذاتي بعدما اكتشفت الوكالة أنه يعاني من مشكلة تحول دون تحليقه بأمان وبحسب وسائل إعلام اليابانية فإن هذا أول صاروخ فضائي تفشل اليابان في إطلاقه منذ 2003 أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش أنه يمكن للعمل المناخي الجريء للمناخي الجريء أن يحقق فوائد اقتصادية بقيمة تصل إلى 26 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030 ووفقا لمركز إعلام الأمم المتحدة شدد جوتيريش على ضرورة زيادة الإمدادات من المصادر منخفضة الانبعاثات بمقدار الضعف بحلول عام 2030 التحول للطاقة النظيفة لم يعد رفاهية فالكوارث الطبعية تضرب هنا وهناك وسطح الأرض بات أكثر اشتعالاً الأمم المتحدة دعت إلى مضاعفة إمدادات الكهرباء النظيفة بحلول عام 2030 للحد من ظاهرة الاحترار المناخية مشيرة إلى أن التداعيات الأخيرة على سوق الطاقة قد تسمح بتسريع عملية الانتقال للطاقة النظيفة تقرير جديد صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أكد أن قطاع الطاقة المتسبب الرئيسي في الانبعاثات الضارة بات هو نفسه عرضة للخطر بسبب التغيرات المناخية وذلك بسبب تأثيرها على مصادر الطاقة المتجددة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أوضحت أنه إذا لم يسارع العالم إلى التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة لإبطاء أزمة المناخ فإن الأحوال الجوية القصوى ستعرض أمن طاقتنا للخطر وقد تعرض إمداداتنا من الطاقة المتجددة للتعديد الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بتيري تالس حثر من أن تحقيق الهدف بالتوصل إلى صفر انبعاثات بحلول عام الفين وخمسين لن يكون ممكنا إلا في حال ضعفنا إمدادات الكهرباء المنخفضة لانبعاثات خلال السنوات الثامن المقبلة كما أشار أمين عام المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن معظم بلدان العالم متأخرة في تنفيذ تعهدتها المتعلقة بالتاقة المتجددة لافتا إلى تنفيذ خمسين بالمئة فقط من التزامات التاقة النظيفة والمتجددة بحلول عام الفين وثلاثين وذلك ما يؤثر سلبا على أهداف اتفاق باريس للمناخ في حياة كريمة تشارك جامعة جنوب الوادي في أنشطة هذه المبادرة منذ انطلاقها حيث قدمت الخدمات العلاجية إلى 68363 مواطن من خلال 111 قافلة طبية بشرية ضمن 356 قافلة نظمتها الجامعة في مجالات متعددة منها القوافل البيطرية لحماية وتنمية الثروة الحيوانية وقوافل الإبداع الفني والتوعية بمخاطر الإدمان وقوافل الرياضية هذا وقد نظمت جامعة جنوب الوادي فعاليات ندوة تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة كما أسهمت الجامعة في محو أمية ما يزيد عن 32 ألف مواطن من خلال مشاركة طلابها في المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار الندوة الهدف منها رفع الوعي بأنشطة وفعاليات هذه المبادرة التنموية الأضخم مبادرة فخمت الرئيس عبد الفتاح السيسي لتغيير وجه الحياة في الريف المصري ودعم القرى المصرية يمكن المبادرة كما أسلفت أو كما قلت أو كما أقول دائما أن هذه المبادرة الأضخم على مستوى العالم ليس هكذا هو الحديث إنما هو حديث المؤسسات الأممية المعنية في تصنيف المبادرات الندوات دي كان هدف منها رئيسي هو توعيد الشباب بالجهود التنموية والشبابية اللي بتنفذها المبادرة الرئاسية داخل الجمهورية وتحديدا في محافظتنا في محافظتنا تحديدا لو احنا نتكلم عن البادرة الرئيسية المشروعات اللي تمت فيها فاحنا شغالين في مرحلة أولى دلوقتي على خمس مراك ندوة أكثر من رائعة والولاد يتعرفوا من خلالها على مشروعات حياة كريمة في داخل محافظة جينة وطبعا ده كان ليه تأثير إيجابي وكانت فيه تفاعل مع طلابه وطبعا حيبقى فيه زيارات إن شاء الله يوم عشرين عشر شهر دوت لمشروعات حياة كريمة في داخل مركز جوس في محافظة جينة استفدت إن عرفت أكتر عن المشروعات اللي بتحصل في الدولة في الفترة الأخيرة وطبعا بمجهود بمساهمة حياة مؤسسة حياة كريمة طبعا في الفترة الأخيرة عملت مشاط هايل في تطمير القرى وتطمير المباني وتطمير حاجات كثيرة في الدولة استفدت من المبادرة إنها عملت حاجات كثيرة في الصعيد وأول مرة تحصل هنا في إنا واستفدنا إنه كمان عمل حاسم والطرق وعمل صرف صحي وعمل مدارس وساعة البيوت والناس محتاجين جدا واستفدنا منها حاجة كبيرة أوي وأول مرة تحصل هنا اتكلمنا عن مؤسسة حياة كريمة والمبادرة ونعمل إيه ونشتغل إزاي كمان دعناهم لهم يبقوا متطوعين معنا ويشيركم معنا في الشيطة المؤسسة ولينا منهم ترحيب كبير جدا وإن شاء الله يكونوا نواب وجزء كبير من شغلنا كمؤسسة في الشغل الميداني اللي نعمله استضافت جامعة كفر الشيخ فعاليات أولى ندوات التوعوية للطلاب لمؤسسة حياة كريمة تحت عنوان تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات تأتي الندوة في إطار سلسلة من الندوات التوعوية التي تنظمها مؤسسة حياة كريمة داخل الجامعات بكافة محافظات الجمهورية وذلك لنشر قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية لدى شباب الجامعات في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة ندوة تسقفية توعوية لمؤسسة حياة كريمة لجمعة كفر الشيخ طلاب وطلبات جمعة كفر الشيخ وأعضاء تدريس وهي المعاونة أنا سعيد جداً بإنعقاط هذه الندوة في رحاب جامعة كفر الشيخ وسعيد بالتواجد الكبير لأبناء وبناء الطلاب والطالبات والسادة عمداء وكلاء الكليات وأعضاء هذه التدريس والإداريين الحياة كله متشوق أنه يتطوع في العمل في المبادرة العظيمة حياة كريمة اللي أطلقها في خامة رئيس عفتاح السيسي في 2019 اللي بتستهدف تنمية الريف المصري الحصن حظنا في محافظة كفر الشيخ أن المبادرة موجودة عندنا في مركز مطوبس المركز اللي كان يعد بقرة من بقر الهجرة الرئيس الشرعية مش في كفر الشيخ بس ده على مستوى الجمهورية المبادرة اللي بدأت من نهاردة تقلل مستويات الهجرة الرئيس الشرعية بشكل كبير جداً لأن الناس بدأت تحس أن الاحتياجات الأساسية بتاعتها متوفرة بشكل أساسي بعدما كان فيه مشكلة في الصرف الصحي مشكلة في المياه مشكلة في الكهرباء مشكلة في البنية التحتية مدارس مستشفيات وعادات صحية كل ده اتوفر أنا النهاردة متطوع في حياة كريمة بسبب كلام الدكتور في الناد والتسكفية عن قدقية حياة كريمة بتساعد الناس اللي هي محتاجة فأنا حبيت أن أكون جزء من حياة كريمة عشان أنزل وساعد الناس وإن شاء الله بإذن الله هاخد كشف من دكتور إسلام طهو وأجمع الناس المحتاجة فعلاً وإنها تستحق الناس تساعد وبإذن الله هنساعدهم أولاً بينزل لنا كاراتين وبعض الأغذية بتنزل للناس المحتاجة وإحنا بنعمل استبيان بيبقى معنا استبيان إن إحنا بنعرف مين الناس المحتاجة دي فإحنا بنقدر نوصل لهم هذي الكاراتين دي تمام؟ وتاني حاجة كان من قريب خالص اللي هي المدارس طبعاً دخلت المدارس علينا كان نازل لنا دفع من الشنط إحنا برضو عملنا استبيان للناس اللي هم المحتاجين قدرنا نوصل لهم للأطفال عشان يدخل على قلوبهم الفرحة والسعادة إحنا في حياة كريمة النهاردة كانت مشاركة فعالة من الجامعة وده أثبت لنا والناس كلها إن إزاي وقد إيه الجامعة مشاركة وفي ظهر المجتمع الخارجي برا كان شرف لها إننا نضم الحياة كريمة وبنوعدكم إحنا كشباب مصري وكطلبة مصريين إن إحنا دايماً هنكون في ظهر أهلنا وإن إحنا دايماً هنبقى معاكم وعمرنا ما نتأخر عنكم ده هدفنا وده واجبنا نحو بلدنا وفتجاه بلدنا أنا أتشاف أني متطوعاً بالدى المستحية كريمة لأن هي تعتبر المؤسسة الوحيدة اللي بتعمل على أفضل الواقع وليس لها أي اتجاهات ويبتوصل لحاجة لمستحقنها برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي تتواصل فعاليات معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية حتى الخامس عشر من الشهر الجاري ينظم المعرض جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمركز مصر للمعرض الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة ويستهدف المعرض مساعدة العاملين بقطاع الحرف اليدوية على التسويق والترويج لمنتجاتهم وفنونهم التراثية التي يتميز بها المبدعون من محافظات مصر المختلفة وحول فعاليات معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية ينضم إلينا مباشرة الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري أهلا بك كريم هذا المعرض الذي يحمل اسم تراثنا له بالتأكيد رسائله وله الحالة الخاصة به التي يرسخها من خلال العارضين ومن خلال منتجاتهم انقل للصورة حية من خلالك كريم تفضل تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين بالفعل هذا المعرض له حالة خاصة حالة هي بالطبع ليست مصرية فقط بل هي حالة مصرية عربية لماذا نطلق عليها حالة مصرية عربية؟ لأنها مشاركة للحرف اليدوية البختلفة والمتنوعة المصرية وبمشاركة أيضا بعض الدول العربية إذا تحدثنا عن المشاركة المصرية هذه المشاركة المصرية في تراثنا في النسخة الرابعة بالطبع لها طبيعة خاصة لأنها من أهدافها الأساسية هي الحفاظ على الهوية المصرية الحفاظ على الحرف التراثية اليدوية المصرية وبما أكثر ما نشتهر به من الحرف اليدوية هي الحرف الخاصة بأبناء شمال سيناء وجنوب سيناء هذه الحرف من إكسسوارات وملابس لها أيضا شكل فريد ومتنوع بالطبع لهذه الأماكن التي لها كما ذكرنا طابع خاص هناك أيضا الجزء الخاص بالخزف والفخار هناك أيضا عدة عارضين يعملون على الخزف والفخار وهذا المعرض أيضا ربما المميز ليس فقط عرض هذه الحرف المختلف ولكن أيضا هناك تعامل حي لهذه الحرف أي إنشاء صناعة هذه الأدوات والملابس والفخار هنا داخل المعرض في حد ذاته لذلك من الممكن مشاهدة هذه الأشياء أثناء صناعتها داخل المعرض هنا نتحدث كما ذكرنا عن الجانب المصري ولكن هذا المعرض في هذه المرة بمشاركة خمس دول عربية وهم ليبيا والسودان والأردن والسعودية والإمارات يشاركون أيضا بالحرف الخاصة بهم ويشاركون بتراثهم المختلف هناك أكثر من عفوا هناك 1116 عارض داخل هذا المعرض الذي يستمر حتى الخامس عشر من الشهر الجاري ومشاركة نسائية تصل ل69% من العارضين داخل المعرض هناك أيضا جناح خاص بمبادرة حياة كريمة وهو أيضا جناح ليعرض الإنجازات الخاصة بمبادرة حياة كريمة في الريف والقرى المصرية بشكل عام بالإضافة ليه جزء هام جدا وهو يرتبط بالتغيرات البيئية والتغيرات المناخية وكوب 27 الذي سيعقد في نوفمبر القادم وهو جزء خاص بالمواد الصديقة للبيئة برعاية إحدى البنوك الخاصة لعرض المنتجات وإعطاء الفرصة لأصحاب الأفكار والمبدعين لعرض منتجاتهم المتنوعة ولكن ربما هذا القسم يختص أكثر بالمنتجات الصديقة للبيئة بجانب أيضا أن هذا المعرض بالطبع تحت مظلة مشاريع جهاز تنمية المشروعات وهناك أيضا قسم خاص داخل المعرض لخدمات الجهاز بشكل عام لتعرفة المواطنين وأيضا يعد فرصة كبيرة للعارضين للتبادل الخبرات بينهم وبين بعض من بعض وأيضا الاستعانة بخبرات جهاز تنمية المشروعات كما ذكرت كريم العديد من الفرص متاحة في معرض تراثنا بالتأكيد من خلال عدد العارضين ومن خلال المنتجات المختلفة المتنوعة المصرية والعربية شكرا لك كريم بيبرس من معرض تراثنا إذن مشاهدين الكرام نتحول الآن لفتح نافذة اقتصادية في نشرتنا بقى من الأخبار الاقتصادية بصحبة دينا شرف إليك دينا شكرا لك محمد شكرا لك نوها والآن مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على الاقتصاد العالمية وتتراجع التوقعات بشأن معدلات النمو أعتمدت الدولة المصرية مسارات متعددة ومتوازية للتعاول مع تلك الضغوط واحتواء تداعيتها والحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي وفي هذا الإطار نشر المركز الأعلمي لمجلس الوزراء تقريرا معلوماتيا يوصلت الدوء على توقعات صندوق النقد الدولي بمواصلة الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحسن مؤشراته لأعوام قادمة رغم خفض التوقعات لمعدلات نمو أغلب اقتصادات العالم وأشار التقرير إلى توقعات صندوق النقد الدولي بالتحقيق مصر واحدا من أعلى معدلات نمو عالميا لعام 2022 ليسجل 6.6% ومشيرا في الوقت نفسه إلى أنه من المتوقع أن يتخطى معدل نمو الاقتصاد المصري متوسط النمو العالمي ليسجل 4.4% للعام المالي 2022-2023 مقابل 2.7% للمتوسط العالمي عام 2023 بحث وزير الزراعة السيد القصير مع مدير عام منظمة الأغذية والزراعة الفاو شو دينيو بحث أفاق التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة الدولية وذلك على هامش مشاركته في لجنة الأمن الغذائي العالمي التي تنظمها الفاو بالعاصمة الإيطالية روما وخلال الاجتماع أشار الوزير إلى التعاون المثمن والبناء مع منظمة الأغذية والزراعة والدعم المستمر لإنجاح مبادرة فاست للزراعة ووجه القصير دعوة لمدير عام الفاو لحضور اجتماعات القمة في مؤتمر الأطراف للمناخ وكذا دعوته لحضور يوم الزراعة والتكييف المقرر له إنعقاده يوم الثاني عشر من نوفمبر القادم بشرم الشيخ وإلى أسواق المال حيث أنهت البرصة المصرية تعاملات الجلسة بترجاع جامعي للمؤشرات وذلك للجلسة الثانية على التوالي بدغوط مبيعات المتعاملين الأجانب ووسط تداولات متوسطة وخسر رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه لغلق عند مستوى 683 مليار و900 مليون جنيه وعلى صعيد المؤشرات فتح مؤشر ايج اكس سيرتي عند مستوى 9867 نقطة ينخفض بنسبة 67 من مئة بالمئة ويغلق عند مستوى 9800 نقطة كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ايج اكس سيفينتي عند مستوى 2153 نقطة لغلق منخفضا بنسبة 1.51 من مئة بالمئة عند مستوى 221 نقطة وفتح مؤشر ايج اكس 100 عند مستوى 3083 نقطة منخفضا بنسبة 1.35 من مئة بالمئة لغلق عند مستوى 3041 نقطة وإلى أسواق العملات حيث تبينت أسرع عملات أمام الجنيه المصرية ليساج الأدر الأمريكي 19 جنيه و 62 قرشا للشراء و 19 جنيه و 73 قرشا للبيع اليورو سجل 19 جنيه و 5 قروش للشراء و 19 جنيه و 16 قرشا للبيع الجنيه الاستريني سجل 21 جنيه و 70 قرشا للشراء و 21 جنيه و 82 قرشا للبيع وبالنسبة العملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي 5 جنيه و 34 قرشا للشراء و 5 جنيه و 37 قرشا للبيع وأخيرا الريال السعودي سجل 5 جنيه و 22 قرشا للشراء و 5 جنيه و 25 قرشا للبيع أجرى رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان ديوكسو محادثات مع رئيس الشيلي جابريال بوريك واتفق على استئناف المفاوضات خلال هذا العام من أجل ترقية اتفاقية التجارة الحرة الثنائية التي دخلت في حيز تنفيذها في عام 2004 هذا واتفق الجانبان أيضا على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى علاقات شراكة استراتيجية حيث يحتفل البلدان بالذكرى السنوية الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية هذا العام ختم أخبار إقصاد وعودة مرة أخرى إلى نوها ومحمد إليكم شكرا جزيلا لك دينا انتهت نشرة السادسة بقي أن أذكر حضراتكم بأبرز عنوينها الرئيس السيسي يتابع المشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر ويوجه بإقامة شبكة طرق لربط المشروع مع المحاور الرئيسية مدبولي يؤكد أن المؤتمر الاقتصادية سيمثل منصة لصياغة خارطة طريق للتحرك فيما يخص مستقبل الاقتصاد المصري ستولنبيرج يؤكد أن تسليم أوكرانيا أنظمة دفاعية مضادة لطائرات هو الأولوية لحلف النيتو وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا نشكركم على طيب المتابعة ودمتم سالمين اشتركوا في القناة